خلونا بقى نروح لمباراة النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا في افتتاحية الدوري الاهلي بيواجه سيراميكا كليو بطرة في الجولة الاولى وهيكون معانا نجم الاهلي الكبير كابتن محسن صالح ونجم الاهلي الكبير ايضا والاول مرة النهاردة كابتن عماد النحاس ومحل القناة النادي الاهلي الاستاذ ايمن جيل بيرتو الصور المعانا دي صور حصرية من معسكر النادي الاهلي واستعدادات الفريق شايفين تناول وجبة الغداء شايفين اكرم توفيق شايفين رامي ربيعة ابطال السوبر المصري وابطال الكارات السلاس واول بطولة عالمية من الفيفا بيحصدها النادي الاهلي شايفين الوجوه كلها ان شاء الله مركزها باذن الله مهم جدا افتتاحية الدوري تكون افتتاحية قوية النهاردة هنواجه فريق محترم سيراميكا كليو بطرة كمان معاه مدرب محترم الكابتن ايمن الرمادي ودائما وابدا منشوف مواجهات الاهلي امام سيراميكا مواجهات بتكون فيها قوة فيها ندية فيها كورة حلوة اخرهم كان مباراة الاهلي في السوبر المصري امام سيراميكا واللي كسب فيها النادي الاهلي اتنين واحد ما تنسوش تبعتنا على صفحة القناة سؤال على هاشتاج استاد الاهلي توقع صاحب اول هدف للاهلي في دور الموسم الحالي عشرين اربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين هنروح للصور الحصرية دي كابتن محمد رمضان المدير الرياضي اللي اعاد يعني نظام كبير داخل الفريق وبرغم يعني قسوة الكرارات بتاعته شفنا اخرهم كرار كهرباء لكن شفنا حضن كهرباء محمد رمضان بعد نهاية المباراة دايما لما بيكون فيه نظام في اي مكان دايما بيكون فيه نجاح وهو ده سيستم النادي الاهلي سيستم النادي الاهلي اللي دايما من سنة 48 مع اول بطول الدوري شفنا النادي الاهلي ليه سيستم وليه نظام لحد الوقت والنادي الاهلي ما شاء الله نفس السيستم ونفس النظام اجيال بتكمل بعض وادارات بتكمل بعض ودايما النادي الاهلي رقم واحد في كل شيء شايفين مستر كولر شايفين طهر محمد طهر كمان اللي بيمر بفترة مهمة جدا يعني فترة مع نوعات مرتفعة وكمان بيحظى بثقة كبيرة جدا من مستر كولر اللي حاطت فيه ثقة كبيرة بيديه الفترة اللي فاتت بشكل كبير وهو كمان على قد الأداء اللي هو بيقديه ما شاء الله في مبارات العين الاماراتي ظهر بشكل كبير وأحمد نبيل كوكا يعني دينامو وسط الملعب اللي بيجري كميات كبيرة مع مروان عطية يعني عاملين سنائي رائع في وسط الملعب وهي دي قوة النادي الأهلي دايما قوة النادي الأهلي في خط وسط وبنقول لخالد عبد الفتاح حمد الله على السلامة كان عنده إصابة خلال الفترة اللي فاتت وإن شاء الله موجود مع الفرقة واحد برضو من العناصر المهمة شفناه في الموسم اللي فات في ماتشين مهمين جدا ماتشين بيرامدز اللي قدر النادي الأهلي يحسن فيهم بطولة الدورة كل اللعبة مهمة كل اللعبة أكيد النادي الأهلي أحتاجها وده القائد محمد الشناوي اللي دوء ليه دور مهم جدا دوروا مع اللعبة الصغيرة دوروا مع كل اللعبة دايما محمد الشناوي اللي بيكون موجود في المعاد هو مصطفى شبير النهاردة لما بتتكلم على حرصة مرمى النادي الأهلي يعني بتقول محمد الشناوي مصطفى شبير أياً كمين موجود حطوا أنت متطمن وتقول يعني توكل على الله واللي تنبي أده أداء رائع شوف العلاقة الحلوة العلاقة الجميلة اللي دايماً المكسب بيجي منها في النادي الأهلي قط اللبس شوف هنا مدير الرياضي مع واحد من كبات الفريق رامي ربيعة اللي بيقدي أداء رائع الفترة دي رامي ربيعة اللي بيمر بأفضل فتراته سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر وأيضا عودة يعني عودة رائعة للواحد من كبات الفرقة عمر السلية وكان يعني ليه دور مهم جدا في الموسم السابق وأيضا كمان بيستكمل مشواره مع النادي الأهلي ودور مهم جدا مع مصطفى شبير يعني اللي بنقوله بالتوفيق دايماً هو محمد الشناوي هي دي روح النادي الأهلي طيب كريم ندفد عمر كمال عبد الواحد يا طرع لعبة النادي الأهلي وهي طلع من بطولة لبطولة بتطلع من بطولة محلية السوبر المصري لبطولة قرية الانتر كونتيننتل بترجع للدوري تركيز كبير يعني النهاردة مدارس مختلفة حتى مستر كولر وهو بيجهز وهو بيجهز شغله دايماً بيفصل النهاردة أنا كان عندي مباراة العين بطولة قرية أمام فريق أسيوي النهاردة بفصل بروح للملف المحلي فده مهم جداً مشيلي أنكني اللي عامل أداء رائع مع حراس المارمى أكرم التوفيق مش عايز أنسى حد لكن ما شاء الله الروح والمعنويات مرتفعة والنادي الأهلي بيستقبل بطولة جديدة بطولة محببة لجماهيره إن شاء الله كل التوفيق للعب النادي الأهلي فيها شايفين كمان الأستاذ مهر عبد العزيز ده يعني دينمو ده المدير الإداري مع كابتن سمير عدلي وخليت نحل هو ده النادي الأهلي لكل واحد عارف مهمته كل واحد عارف وظيفته كل واحد عارف كل كل واحد عارف شغله هو ده ملف النادي الأهلي